موسيقى 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 بدأت بي عند زمان أبو عدالي كان يذهب على الابنان يجب وجاءك من حصبية وبدأت تعلم فيهم عن البناء وقتقى بالشاري وبدأت بيشتر وجاءات صغيرة الوقت في ابنية لذرف وبعدكم سنة تطورت الشاري نحن نتطور الشاري شوي شوي وبدل بالصناعة وتكبلنا بالشاري وسمينا عنا الوجاكات مع أكبير خارج سميمات ومعجرون درميب ووصلنا على فتحنا الشاري بجنب وجاك اللي بيحد يبدأ وقزيزي كبيري كمان بار خريصة رميلة وفي وجاكات فرن اللي اضافة لوجاكات فرن اللي بيعمل عكت فيها وطاورات كمان ما يصخني طورنا ما يصخ لوجاكات كمان عربتها شكالي قضيت الميه انو مخزين بقلب الوجاك اللي بيحمل حطب بيحمل مي والمي بتروش على الحمال الشهر بتساخن الميه وبترجع كمان لردياترين في تعمل عملية ردياترين بقلب الداريبات اللي الواحد بيقدر يستعملها للتنفية بالتنفية المركزية لحظة المركزية تقريباً عشر سنين من يومين لا اسبوع تقريباً طبعاً أنا مبازحة على ترجع بان أما كل الزباية يجي لعندي، عندي موقع بالنسبة، يعني دعيات، معارف كتير، أحمد الله، ومشنا عمي رمع محل بشتغيره، بس زباية قراطية، وزباية معظم، يعني مش ترجاعه. بالطبع، الأول شيء بدأت صناعة الترفيات عنه بالهربية، العروف من فلسطين، والهربية هي المنطقة لنا بصناعة الترفيات من 40 سنوات، تحت فلسطين يتعلمون جديد بصناعة الترفيات، أما همش ترفع بالجودي تبع الجودي الهرب، بشكل عامي، بغض النظام مين عمش تلف، والجودي هون مكيف أفضل، يعني فيه هون معرفة سابقة، والتجارة، وكذا، والمتاحت تحاولون يتقلدون، يعني فيه الشهر تبعنا، بس مش عمليون بطناء، 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 السنة في عين اشي جديد، حتى كل شعران ثلاثة يستقلنا على نعمل اشي جديد، بالإضافة إلى التواصل اللي بيواصل البنية دا بيجي بواصل البنية، الجاس اللي بدل ياشي في المجرية، بجيب صورة، بجيب دي عمال رسمي، بنقدر ناهرة لعمل نشغل تلك المركزية اليوم، بنشغل الحمام، النطق، كنو المي الصغني، هذا فايت الخطأ هو السورة، بس عمليون، بلدنا من قديم الزمان مشهورة بالصناعة إمكاني اليدوية، بالصناعة المحلية، من قبل الاحتلال، من قديم نحن ناس بوصفين بكل هالمنطقة، بعد الأبناطرة، بجد الشمس، في التصنيع، في الأشياء هذي، وبحطت باللوزاقات، كانها القديمة السورية اللي كان نعملها، أو الجديدة، واليوم صلنا معرفين أن الصناعة اللي بمجد الشمس، بالنسبة لسوبيات الحطب، أو سوبيات السولة، سكينا نحن مشهورين فيها، وجماعتنا هون شاطرين بكل هالمصلحة، صارت صدنا الغريب والقريب، إننا هون منطقتنا زاوية ميتة، نحن زاوية بلبنان، وزاوية بهي على الحدود السورية، غير القاصد، بهيك نحن نخلي السيح يجي لعننا بصناعتنا، ونخلي يجي بس يقول إنه هاي شغل مجد الشمس، لأنه هاي دعاية، بتبيع أحمد، بيفوط لعنه محمد، اختياريتنا، قبلنا كانوا عن اللي علمونا هالأشغال، هني أبصى النعج، إنما بيها من تصنيع مجد الشمس، لكل المطالح بس تقول، في الفلسطين، بس تقول، صناعة مجد الشمس، بتلاقي فيه هاي برواز معين، إنه بضاعة مقبولة هاي، وهاي نحن نحمد الله على هاي، وقلتلك من قديم الزمان، نحن وصفنا بالخانجر المجدلاني، اللي كان معروف بكل مطارح، إن كان بلبنان ولا بسوريا، ولا قبل 48 زمان فلسطين، لحد إسا بيسألوني، وين الخانجر المجدلاني، ونحن بنفتخر اللي أنا ناس شاطري، وأهلنا علمونا هالأشياء، فيه صراعية غيرنا دير بالها، فيه بالقرى العربية بيسخنين وبغيرها، إنه مشغلتنا موجودة ببرواز حلو كثير كثير كثير، ومثل مقالة ذاك الزلم العين اللي بتاكل مش تثم المنظر اللي بدي يحطه، اللي عنده بيت مكلف وكذا وكذا، بده منظر بالبيت حلو، يعني بتلقي عنه له قزازي من فالدام، بس تصير تلف هالنار جوه شايف كين، فيه إلو منظر حتى فيه إلو شويات على جنب، فيه إلو جرور اللي هو بيطاريخ بيعمل علام فطايا، بحيرا هدو، كاتو، اللي احنا بيصطني بيقدر يعمل علام بيفتح فيه إلو جرور ثاني، بلما يشعر القانون بره بتلاقي إنه هو بس يفتح، لا خلني برجج، كانو فيه إلو إتش فوق فيه إلو، مركزة كل شيء من كله نحن على مسؤوليتنا، ولي بدهم نروح نركبه إليه بالبيت، ونقولوا بتدفعش ولا ليرة، غلّ حتى نشحلو، إذا فيه دخان أو شيء، نحن المسؤولين عنه لأنه عمالنا برحوا بركبه لهذا، وبيكون مبسوط هو بيكون مرتاح، وعبت بيع واحد شوي مثل الدعاية بتصير إنه والله اشتريت هيك وتاع تفرّج، تاع تفرّج، تاع تفرّج، تاع تفرّج،